قال محافظ البنك المركزي علي العلاق أن ارتفاع سعر صرف الدولار ناتج عن عزوف بعض التجار عن الدخول للمنصة الإلكترونية لعدم ممارستهم نشاطات وعمليات مشروعة العلاق في تصريح لوكالة الأنباء العراقية ذكر أن الارتفاع في سعر صرف الدولار وقتية وأن البنك مستمر بطرح الحزم التنظيمية لفرض الاستقرار مضيفا أن الحكومة وافقت على تخفيف الإجراءات الضريبية للحصول على الدولار وأشار العلاق لعدم وجود أي مؤشر من الجانب الأمريكي بشمول مصارف جديدة ضمن العقوبات وأن البنك المركزي سيتابع موضوع المصارف التي حرمت من الدولار وبشأن ديون العراق بين العلاق أن حجم الدين الداخلي يبلغ نحو 65 تريليون دينار منها 46 تريليون للبنك المركزي والبقية للمصارف الحكومية فيما يبلغ الدين الخارجي نحو 20 مليار دولار وأوضح العلاق أن الاحتياطي العراقي وصل إلى أكثر من 113 مليار دولار